على ملك وكتابة بحيي كابتن عدل قاعي جداً أستاذ إبراهيم جداً ثلاث ساعات دسمة حلوة أوي 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 بحييكوا طبعاً ودي شهادة من أخ أصغر يعني لكن نروح لحاجة تانية تجرنا أن اللي يقول لك أنتو نادي محترم، أنتو نادي هايل، أنتو نادي منظم أنتو نادي عندكو قدرة محترمة، عندكو محمود الخطيب، عندكو نجوم وأساطير عندكو كابتن حسن حمدي، عندكو كمختار التيتش محترد تيتش على فكرة عمرو كان مجلس إدارة ولا عنده حاجة خلص كابوزيشن كبير أو أو أوي أنت بتتكلم في نتاقك الكوريان، عندكو طرق سليم على كابتن طرق سليم، عندكو كابتن صالح سليم عندكو قامات، عندكو ناس كتيرة جداً جداً من الناس في الكورة كبيرة جداً، تشيله، تحطك على عيني وعلى رأسي تعرفين لما يقول لك كده؟ على عيني وعلى رأسي، على طول وتتكلم معه وتاخد بصفحة حلوة جميلة كده وناخد وندي مع بعض في الكلام، وده الاحترام، وده الأدب، وده الاحترام الآخر والمنافس، وبالحكس كمان، ده أنت لو فيه ممكن يبقى فيه مساعدة يبقى فيه مساعدة، يبقى فيه تعاون، يبقى فيه تعاون لأنه فيه تأدير ما بينه وما بينك لكن اللي يجي يقول لك أنتو بتكسوي بالتحكيم، قلو يا لك من شنقيت، على طول اللي يقول لك أنتو ما تستحقش تاخدو دوري، قلو يا لك من شنقيت، على طول اللي قولك أنتو مش أبطال القرن قوله يا لك من شنقيت على طول يا لك من شنقيت على طول يعني ما تضيعش وقتك وما تزعلش وما تتضيعش يعني هي الأمور كده بسيطة هادية بالراحة من غير دايما أي انفعالات عشان كده إحنا هنتكلم في اللي خصونا داخل الملعب وأنا قلت لكم الدربة القضية الدربة القضية هي اللي بتكون داخل الملعب لا في الأمور التحليلية ولا مدخلات التليفونية ولا للسجدات التحليلية زي ما قلت الدربة القضية ملعب ملعب دربة قضية ملعب يعني عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر كده لحد ما تنتهي ما طولتش كتير لكن كان مهم جدا أن احنا نخوض في الموضوع ده لكن هرجع وأقول برضو من الحاجات الحلوة الحلوة اللي ممكن تفاؤل للنادي الأهلي إن أي فرقة بتكسب طلعا من الدوري التانية أو الدرجة التانية في الدوري الممتاز وبتكسب فرقة كبيرة بحجم الزمالك ما بتاخدش الدوري الفرقة اللي بتخسر يعني مثلاً يعني في الفين واربعة الفين وخمسة الزمالك خسر من حرص الحدود في 2000 و2003 الزمالك خسر من أسمنت أسيوت وأسمنت السويس الزمالك خسر من الإنتاج الحربي الزمالك خسر من القروم في ستة وتسعين سبعة وتسعين كل المواسم دي الزمالك ما ياخدش الدوري الأهلي والزمالك وبيرامدس في الوقت الحل لأنها برضو صاحبة أرقام كويسة والأرقام دي الأديمة دي الأرقام دي الأرقام دي الأديمة وبيرامدس مقدم شغل كويس وسموحة والمصري والإسماعيلي رغم أنه أنا برضو في حتة ميزعلاني باستغرب لها لأنوا عارفين الإعلام مش مسألة كلب ميكيالين الإعلام هو الإعلام يعني عارف اللي هو هو كده مش الأهلي اللي عمل كده يبقى الأهلي غلطان يا سيد اسماعيلي هو كده الأهلي غلطان لما الأهلي كان بياخد أو بيتعاقد مع اللعبة مع الإسماعيلي سواء كانت خلصت عقدها من الإسماعيلي وطلعت برة والأهلي تعاقد معها بشكل يعني مباشر ما بيرجعش للإسماعيلي لأنها خارج الإسماعيلي او الاهلي بيتعقد مع ادارة الاسماعيلي بشكل مباشر جدا 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 وبيقدم اعلى العروض واللي حاجة في وقتها يقولك الاهلي فضل الاسماعيلي من ولاده او من لعبته طيب ودلوقتي الاسماعيلي في خمس مباريات عنده ست نقاط خسران تسع تسع نقاط بعدما لعبة الاسماعيلي راحت مثلا بهاء مجدي وعندك ابراهيم حسن ومجموعة من اللعيبة ليه ما بيتقالش دلوقتي ان الاسماعيلي تفضى من نجومه عشان راحوا حتة تانية عشان راحوا حتة تانية ما راحوش الاهلي الموضوع في الاهلي زي ما قلتلكم اول ما بتيجي سيرة الاهلي بس بتلاقي على طول واحد يتقلب عفتاح الاسر على طول ان المجرم الماسلة امامكم ان الاهلي الماسلة امامكم قتل اللذي والتي وهؤلاء يا عم احنا بنتكلم في حاجات عادية جدا حاجات بسيطة جدا خدوها بصدر راحب خدوها بالراحة خليك بارد ده المشوار طويل والليلة طويلة ومساء الفل عليكم تواصلوا معنا على احسن لعب في الشهر بعد الفصل يكون معنا نجومنا كابتن عادل طعيمة كابتن شريف عبد المنعيم كابتن حمادة صدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة